أوضح مساعد مدير عامل جوازات لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان أنه يمكن للمقيم إلغاء تصريح الحج اليوم وغدا الثلاثاء عبر حسابه على أبشر في حال عدم قدرته أدأ الفريطة وأضاف أنه في حال طلب المقيم إلغاء التصريح بعد اليوم السابع منذ الحجة فإنه لن يتمكن من ذلك آليا وعليه مراجعة إدارة شؤون الحج والعمر بالمديرية العامة للجوازات بالعاصمة المقدسة مستحبا معه خطاب من وزارة الحج يوضح موافقتها على إلغاء التصريح إضافة أو أضافة الصيخان ويقول أن من لديه مرافقين ويرغب في إلغاء تصريحهم فإنه مطالب بمراجعة إدارات الجوازات بالمناطق وتقديم خطاب طلب إلغاء التصريح للتابعين له وسيتولى الموظف المختص والمفوض بذلك من إلغاء تصريح الحج للتابعين